في حاجتين عمليتين مهمين جدا لابد ان هما يحدثوا بعد تكون الصخر حاجة اسمها التاب فورميشا اللي هو تراب اسف تراب فورميشا لابد نتكون لما السيادة وتاني حاجة ان يحصل حاجة اسمها تلات نقاط مع بعض كده زي بقول مكرم مفرم مقبلم مدبرم معه لابد ان يتكون البترول تتحول المادة العضوية الى كيروجن ومن كيروجن الى اويل وده بيحدث داخل الصورس روك يبقى الجينيريشن بروسس بتتم داخل الصورس روك مهمة جدا ميجريشن عملية هجرة الهجرة تتم من الصورس روك الى الريزروفار روكس ده النقطة التانية فلابد تكون واضحة معنا النقطة التانية دي ان انا عندي الصورس روك هي عملية هجرة عملية تكوين او تحويل المادة العضوية الطبيعية الى كيروجن ومنها الى اويل هذه العملية تحدث داخل الصورس روك طيب انا دلوقت الصورس روك وفي مادة عضوية وهصلى مع الضغط ودركة الحرارة بدأ يتحول الى اويل طيب لو تنى مكانه الاويل في المكان الموجود ده مش هنقدر نستخدمه بالشكل الامس وطبعا في بعض الاتجاهات الحديثة دلوقت بيقدر يطلعهم الزيت او الغاز من الصورس روك اللي بسمى الان كونفينشنال ريسورسوس اللي هي المصادر الغير تقليدية ولكن احنا حديثنا النهاردة عن المصادر التقليدية العادية حديث النهاردة هو حديث عن الكونفينشنال اويل ريسورسوس مصادر البترول الطبيعية بايزا دلوقت داخل الصورس روك بتحصل ما يسمى بالجينيريشن اوف اويل الحمد لله البترول يتكون داخل الصورس روك لو استمر داخل الصورس روك الانسان مش هيقدر يستخدمه فسبحان الله تحدث ما يسمى بالميجريشن عملية الهيدر وعملية الهيدر دي بتحدث ايه تحت رد الفعل الطبيعي للأويل لان دايما الأويل والجاز الكسافة النوعية بتاعتهم بتبقى اقل من الصخور نفسها فده بيساعد ان الاويل بيحصل له عملية ميجريشن لأعلى يهاجر لأعلى يهاجر لأعلى عندما يقل الضغط في مكانه ما وعندما يقل الضغط في مكانه ما ده نتيجة حدوث كسر في السطح في الأرض يحصل عملية ميجريشن حدوث طي تؤدي ان الطبعات كانت موجودة تحت ضغطها عالي لما يحصل لها طي ترتفع شوية وتقترب من سطح الأرض فبقل الضغط جواها وبالتالي حيحدث داخل الطبقة الوحدة المكان اللي حصل له طي وارتفع إلى أعلى هيقل الضغط جواها هيساعد إلى هجرة الأويل والغاز إلى الجزء العلو من الطبقة اللي هو بيبقى بالنسبة لي لو عمل ما يسمى بطية محدبة أنتكلاين بيهرب بقى في الكراس أو قمة الطية اللي عند لأن ده قمة الطية هي ده أقل مكان معرض للضغط داخل الطبقة فده بيؤدي إلى هجرة الهايدروكاربون في هذا المكان فده بيبقى فايدة بقى سبحان الله يعني دول وقت كما يقولون ربا ضرر فده ممكن يحصل زلزال أو حركة أرضية في مكانهم معين ممكن تؤدي إلى تأسير تكسير وتهشيم ولكن في نفس الوقت بتحدث خيرات تتحرك أسفل الأرض إن الطبقة كتكلها موجودة تحت تلاتة كيلو أو أربعة كيلو تحت سطح الأرض بيحدث طي ففي جزء من هذه الطبقة بيحصل له طي وبيرتفع إلى أعلى وممكن يكون ارتفاعه ينزل إلى اتنين كيلو أو تلاتة كيلو فبيقل الضغط في هذا الجزء اللي ارتفع يقل الضغط أوتوماتي يحدث ما يسمى بالميجريشن أو الهجرة الطبيعية للهيدرو جهاء كربون من الجزء الأعلى ضغطا إلى الجزء الأقل ضغطا اللي هو الجزء اللي حصل للطبقة إنه هو ارتفع شوية أو اللي احنا بنسميه القمة للأنتي كلاين فال ممكن تاني يحصل يحصل كسر كسر في الأرض فيحدث انفراجة بسيطة ما بين الطبقات بعضها البعض يؤدي إلى هجرة البترول أو الهيدرو كربون خلال هذا الكسر إلى أعلى إلى أن يستقر في تكوين أو صخر تاني قريب من الصف له مميزات الريزريفور روكس يعني هايبروزيتي هايبرميابيلتي تاني حاجة إنه هو متغطى بالسيل أو الكابروكس في هذه الحالة يحدث ما يجريش وفي تلك الحالتين الحالة الأولى طي أو تصدع وهجرة الهيدرو كربون من السورس روك الأساسي إلى أول ريزريفور ده بنسميه فيرست مايجريش بل فيرست مايجريشن هو عبارة عن إيه هو حركة الغاز الطبيعي والهايدرو كربون والأويل من السورس روك إلى أول ريزريفور أول خزان ده بتسميه فيرست مايجريشن ممكن يكون موجود داخل خزان خلاص هو هاجر وداخل خزان وبقى موجود والخزان ده في أعمق كبيرة جدا من سطح الأرض تحدث حركة أرضية تؤدي إلى كسر فهذا الكسر يمتد إلى الخزان ففي هذه الحالة ممكن البترول اللي موجود في الخزان الأولاني يهرب مرة تانية في الصد عشان ينتقل إلى الخزان أعلى ودي مرحلة تانية فده بسماء ساكند مايجريشن تهجرة تانية إذن الفيرست مايجريشن هي هروب أو حركة الهايدرو كربون من الخزاء السورس روك إلى ريزريفور أما الساكند مايجريشن هي حركة الغاز الطبيعي والهايدرو كربون من ريزريفور إلى ريزريفور آخر نتيجة تعرضه لحركات أرضية أو طي أو إلى ما شابه عمليات أخر فده مهم جدا أننا أعرف إيه الفريق ما بين الفيرست مايجريشن والساكند مايجريشن وممكن يحصل أكتر من هجرة للبترول وزي ما قلنا الكاب روكس لابد يكون عشان يحافظ على ده بيجي بعد الميجريشن ودي طبعا